الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقضع القصير مدعوما بمثال رقمي أو كمي طريقة حساب إحصائية دوربين واتسون دوربين واتسون أو دوربين واتسون ستانيستيك التي لا مناص عنها في كثير من النماذي القياسية التي نقدر معلماتها خاصة إذا كانت بيانات عبارة عن سلسلة زمنية ونحتاج لمعرفة إذا كان هناك موجود ما يسمى بالاوتو كوريليشن أو ارتباط الذاتي فهنا أرجو أن أذكر بنا إحصائية دوربين واتسون دي دي بليو اختصارها أو دي دي بليو كابيتل أو سمول هي أحد المقاييس التي نستخدمها في تحديد وجود أو عدم وجود ما يسمى ارتباط الذاتي كما ذكرت اوتو كوريليشن في بيانات النموذي القياسي الذي قدرت معلماته على سبيل المثال النموذج الخطي البسيط الآن الآن يرفض أنه لدينا بيانات عن yt وxt هنا هذا المتغير المستقل هذا المتغير التابع ونحتاج إلى تقدير معلمات هذا النموذج طبعا هذا الاررر اللي هو طبعا y sub t ساو a زائد b في x sub t زائد الاررر هنا الخطأ فعندما نقدر هذا الخطأ يذهب فتبقى لدينا تقديرات عن a اللي هي a هات و b هات على شكل أرقام طبعا بيانات نتابع تعرف إحصائية درب النواتس رياضياتيا رياضياتيا كما يلي درب النواتس التساوي حاصل قسمة ماذا؟ و نبدأ بالاررر الغزوجي أو البواقع ما يسمى البواقع سأبينها بمثال كمي البواقع من الفترة t ناقص 2 عفوا t ساو 2 سنخسر مشاهدة واحدة مطروح منها e اللي هي البواقع في الفترة السابقة الكل تربيع هذه وسأبينها بمثال نقسم على مجموع الرررر اللي هون البواقع تربيع طبعا من t ساو 1 الاولى حتى النهاية هنا T حجمي عيدة بكون 15 20 30 40 لكن نبدأ هنا بالبسط نبدأ بين T تساوي 2 لأنه خسرنا مشاهدة واحدة والآن سأبين هذا كلام بمثال هذا الآن هو الفرق هذا اللي بالقوس هنا E صب T تساوي الفرق هذا طبعا هذه فقط عفوا نفسها هذه E T هات المقدرة اللي هي الأرر أو البواقي تساوي قيمة Y T الفعلية مطروح منها Y T المقدرة ستبين المثال فالفرق بين هاتهم هذه القيمة عندما نحصل على سلسلة من هذه القيمة نخسر الأولانية منها من الثانية وهكذا فنشوف الفرق بين الثانين الآن E هات T مطروح منها E T صب و هات الكل تربية مقسومة على هذه الكلات التربية الآن مثال لنفترض بأن البيانات الآتية تمثل العلاقة بين المتغيرين X صب T المتغير المستقل والمتغير التابع Y صب T خلال خمسة عشر فترة زمنية الآن نتحدث عن خمسة عشر سنة خمسة عشر شهر أو خمسة عشر ربو هذه البيانات الآن هذه T من واحد لخمسة عشر هاي عنده الآن متغير التابع Y صب T عشر ثلاثة عشر سبعة عشر وهكذا التهمية والمتغير المستقل X صب T خمسة عشر ترتعش وهكذا حتى ننتهي ثلاثين هذا الآن الشكل البياني للعلاقة بين Y T على المحور العموني والX المحور الأفق لهذا الشكل معنى ذلك أنه في زيادة مضطردة فنشك بأن هناك ما يسمى ارتباط ذاتي بالبيانات نتابع نقوم الآن بتقدير معلمات النموذج الخط البسيط من الشكل التالي الآن هذا الشكل له النموذج القياسي الخط البسيط simple regression model simple له linear طبعا simple linear regression model Y صب T فساو A زائد B في X صب T زائد إبسلون لما منقدر هذا يذهب وتبقى عندي تقديرات عن A هات وB هات هذه الآن البيانات التي سأستخدمها كانت نتيجة التقدير كما يأتي هذه نتيجة التقدير Y صب H تساو 11.9985 أردت يعني لم أرد أن أقرب أجعلها 12 هنا أحببت أن أستخدم أربع خانات إلى يمين الفاصل هنا ف11.9985 زائد الآن فاصلة 72 147 في X T R سكوير عالية 79 فاصلة 60 يعني عفوا 6 بالعشر تقريبا 98% وبالتالي يعني R سكوير عالي معناه ذلك أنه هذا التباين أو التغاير هنا استطاع أن يفسر تغاير كبير هنا بنسبة 97% 8800 تقريبا هاي T value اللي هن القيم T عاليات معناه أنه هذا البرامتر أو هذه المعلنة تختلف كثير إحصائيا عن الصفر وهذه تختلف بشكل كبير جدا عن الصفر نتابع نقوم الآن بحساب البواقي رزيجوالز أو E سبتيهات من الفرق بين القيم الفعلي المتغير التابع Y سبتيه والقيم المقدرة Y سبتيهات من البيانات طبعا ويتمذلك بتعويض قيم المعالمتين هاي المعادلة قدرنا المعالمة هذه A هات اللي 11.9985 زائد B هات اللي هي 0.72 147 عندما الآن نعوض عن X الأولى وX الثانية والثالث وهكذا نحصل على سلسلة حجمها 15 مشاهدة أو طولها 15 مشاهدة لY تي المقدرة المقدرة هاي الآن خمسة هنا هذه القيمة الأولى نعوض هنا فنحصل على أول قيمة لY تي ثم نعوض لعشرة حتى نحصل على القيمة الثانية والثلات وهكذا حتى ننتهي 30 فكانت النتائج كما يلي هاي الآن هذه القيمة الفعلية لY تي عفوا هذه القيمة الفعلية لY تي القيمة المقدرة من تعويض X هنا في هذه المعادلة حصلنا على هذه القيمة المقدرة الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المقدرة هو الخطأ اللي هو الـ ثبتية الرزيج والبواقي فأول قيمة سالب فاصل 60 584 ثم سالب 6 فاصل 21 30 سالب 4 فاصل 7 وهكذا حتى ننتهي طبعا من ناحية نظرية وعمليات يجب أن يكون مجموع هذه البواقي يساوي صفرا إلا إذا قربنا عادة بكون تساوي صفرا إذا أخذ كل الخانات بعين الاعتبار فهذه الأي تي الآن اللي هي البواقي هذه الآن ماذا نقول نريد أن نقدر دوربن واتسون من هذه البواقي كيف الآن جعلنا نتعب هنا الآن نقوم بحساب إحصائية دوربن واتسون بناء على قيم البواقي بواسطة الصيغة التي قدمناها في أول شريحة وهي الآن هذه الصيغة وطبعا البيانات هذه هي عندي لاحظوا عندي الآن 15 باقي لكن لأن الآن أنا أطرح إي تي من إي تي ناقص واحد فبضonie أبدأ هنا إي تي يعني هذه القيمة الأولى تبدأ هنا ننتهي بالقيمة الرابع عشر ونبدأ بالإي تي ناقص واحد من هنا وننتهي بالقيمة الرابع عشر هنا وبالتالي بتكون هذه القيمة الآن هذه القيمة التي سأحتاجها في تغذير دربن واتسرم فعندها ET بدين من القيم الثاني هنا هذه وانتهينا بخمس فاصلة سبعة ثمانية تسعة ثمانية واحد هنا وبالنسبة ل ET ناقص واحد يعني اللي هي هات طبعا هنا هات المقدرة بدين بالقيم هذه الأولى وانتهينا هنا لاحظوا لي الآن سنربع الفرق بينهما يعني هذه القيمة مطروح منها هذه القيمة مربعة هذه الآن قيم ثالي مرة وضعنا هنا ET هات طبعا ET ها مطروح منها ET سالب واحد الكل تربيع ثم ربعنا هاي الأشياء هنا كمان لوحدها فحصلنا على هذه القيم هنا لاحظوا لي هذه القيمة مطروح من هذه القيمة تساوي هاي بعد ما ربعناها اللهم تربيع ثم هذه القيمة مطروح من هذه القيمة تربيع يساوي هذه القيمة وهكذا فالمجموح كان 314 فاصل 2-1-9-1-2-2-1 و ET هات يعني ربعنا هذه القيمة الآن كانت مجموحة 261.90849 سنستخدم هاتين القيمتين في حساب دربيع كما يأتي وهي آخر شريحة بنا على هذه القيمة ثاني مرة أكررها هنا فبتكون تكون قدر من دربيع هذه القيمة لاحظوا لي يعني هذه القيمة هنا 314.21-2-2-2-1 مقسمة على 261.90449 تساوي 1.199 728 يعني تقريبا 1.2 1.2 هذه بعيدة عن الاثنين بعيدة عن الأربعة قريبة من الصفر بمعنى آخر لا أريد أن يعني أن أبين بس هذه هذه الطريقة هي التي نستخدمها بحساب دربيع ماتسون نستخدم هذه القيمة في تحديد وجود أو عدم وجود ما يسمى بالارتباط الذاتي أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت الفائد لكم أحبة الطلبة حيثما كنتم وإلى مقطع ولقاء آخر قريب إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته